مضى أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق إلا أن صد التنافس بين فرقاء الصفين الشيعي والسنية لا يزال قائما حتى هذه اللحظة ويبدو أن بعض الزعامات الطامحة إلى الضفر بولاية ثانية في مناصبها باتت متيقنة بضرورة التفاهم مع خصومها وهو ما ينطبق على زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي الذي توصل إلى قناعة بأن فوزه بولاية جديدة في رئاسة مجلس النواب لا يتم إلا بتقاربه مع خصمه خميس الخنجر الذي يتزاعم تحالف عزم ويتربع الحلبوسي والخنجر اليوم على قمة النفوذ السياسي داخل البيت السنية بعد غياب أبرز القيادات السياسية التقليدية في هذا البيت وتراجع دورها السياسي في السنوات الأخيرة مثل أسامة النجيفي وسليم الجبوري وجمال الكربولي وغيرهما استمرار رفض غالبية القيادة السياسية لبقاء الحلبوسي في منصبه قد يدفع الأخيرة إلى ترشيح وزير التربية الأسبق ونائب رئيس تحالف تقدم محمد تميم أو عضو التحالف والنائب في لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي السابق هيبة الحلبوسي في حين يمضي تحالف عزم نحو ترشيح وزير الدفاع الأسبا خالد العبيدي لرئاسة البرلمان ويبدو إصرار الحلبوسي على الظفري بولاية ثانية نابع من التفاهم الذي أرسي في تركيا أواخر تشرين الأول الماضي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم تحالف عزم الذي منح نيابة رئيس الجمهورية مقابل دعم الحلبوسي وفي محاولة لتقليص الهوة في عدد المقاعد بين المتنافسين ذهب الخنجر بالتجاه محاولة التفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردوساني أملاً في تكوين جبهة سياسية سنية كردية واحدة أمام المفاوض الشيعي وهو ما لا يبدو متاحاً حتى الآن